ارامكو السعودية تستكمل المرحلة الاولى من خط الغاز الرئيسي بنهاية العام الحالي والاتصالات السعودية تحقق ارباحا بقيمة مليارين و377 مليون ريال خلال الربع الثاني مشاهدين احييكم اهلا بكم في الفترة الثانية من برنامج اموال ومسارات التي نخصصها للأسواق العالمية وايضا الأسواق الخليجية نبدأ بالصورة العالمية بعد تصريحات الفدرالي الامريكي امس بتصريحات حول تثبيت اسعار الفائدة كما كان متوقعا وهذا ادى الى الصورة السلبية لمؤشر الدولار الذي تراجع الى ادنى مستوياته في 14 شهرا وايضا في تصريحات الفدرالي الامريكي اعطى نظرة حذرة حول التضخم بالتالي توقعات المحللين بان لن يقوم الاحتياط الفدرالي الامريكي برفع اسعار الفائدة في ديسمبر وايضا هناك الاحتياط الفدرالي الامريكي قال انه سوف يبدأ بتقليص محفظاته من السندات في وقت قريب جدا وقد فسر السوق ذلك بانه يمكن ان يكون موعد بيع السندات في سبتمبر وبالتالي تراجعات للدولار ب4% منذ بداية الشهر منذ بداية العام متراجعين باكثر من 8% اليورو مقابل دولار متراجع الان 1.17.21 بعدما وصل الى اعلى مستوياته تقريبا في عامين ونصف منذ عام 2015 هذا بالنسبة لأداء العملات وللحديث اكثر مشاهدين حول اسعار العملات ينضم الينا من دبي رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في شركة ايكواتي جروب اهلا ومرحبا بك رائد ابدأ معك باللهجة او التصريحات التي اعطانا اياها الفدرالي الامريكي حول مستويات التضخم كانت نظرة حذيرة حول معدلات التضخم بالتالي هل تتوقع ان يقوم الاحتياط الفدرالي الامريكي برفع اسعار الفائدة هذا العام؟ طبعا بلا شك كانت تغير كبير في نهجة الفدرالي الامريكي ونظرة حذرة مثل ما اتفضلتي طبعا هذا يعتبر نوعا من السياسة السيسيرية التي تتضح ان الفدرالي الامريكي متمثل فيها بعض الشيء ويقلل ذلك بلا شك من فرص احتمالية رفع ثالث لأسعار الفائدة هذا العام طبعا الاحتمالية الان هي عن حوالي نسويات الاربعين بالمئة يكون هناك رفع لأسعار الفائدة في شهر ديسمبر طبعا هذا الانخفاض كان من حوالي فوق مستويات الستين بالمئة في نفس الوقت نحن نواجه كلام جديد حول ان التضخم المتراجع دون مستويات متهدفة عند الاثنين بالمئة لا يزال عبأ على الفدرالي الامريكي طب استاذ درائد ايضا في تصريحات الفدرالي الامريكي قال انه سوف يبدأ بتقليص حيازته من السندات او محفظته من السندات في وقت قريب جدا نسبيا لكن لم يفصح متى ذلك الاسواق تفسر بان يكون ربما هذا بيع السندات سوف يكون في في شهر سبتمبر هل تتوقع فعلا ان يكون بيع السندات في سبتمبر وايضا ما اثر ذلك على سوق السندات طبعا الخطاب ورد فيه كلمة واضحة هي رليسف لي سون يعني قريب نسبيا المقصود فيها لان الفدرالي الامريكي متجه اساسا كان في خطة تشديد السياسة النقدية واللي اعترض الموضوع حاليا هو التضخم المتراجع الى حزمة طبعا الميزانية الضخمة اللي هي حوالي الاربع فاصل خمسة دريليون دولار امريكي تسقل او تضخم بشكل كبير ميزانية الفدرالي ويجب ان يبدأ التقليص بها لكن موضوع شهر سبتمبر للبدء بتقليص هذه الميزانية اعتقد يحتاج الفدرالي الامريكي ليصمع ان اكثر على سير السياسة النقدية ليتجه نحو تخفيض حجم الميزانية يكون الموعد ابعد من شهر سبتمبر وقد نظر لانتظار حتى نهاية هذا العام حتى يبدأ الفدرالي بخطوات فعالية بتقليص الفدرالي او الميزانية الخاصة به من حجمها الضخمة اللي هو عند 4.5 دريليون والذي يحتوي على سندات خزينة بشكل كبير وايضا على سندات رغون عقارية كان قد اشتراها بفترة التيسير الكمي الباطئة طيب استاذ رائدنا تحدث عن الدولار الى اين يتجه الدولار في الفترة المقبلة اود ان اسألك ايضا عن اليورو بعد ان وصل الى اعلى مستويات في عامين ونصف اليوم يتراجع قليلا اليورو مقابل الدولار قد تحدثنا في مقابلات سابقة كان يتحدثون المحللون عن مساواة اليورو مع الدولار يعني اليورو يساوي واحد دولار لكن اصبح اكثر من ذلك نحن نتحدث عن دولار سبعة عشر وتسعة وثلاثين ووصل الى اربعين سبعة عشر اربعين ما توقعاتك سواء من اين المكاسب جاءت اليورو وايضا تجاهات الدولار قبل ان ننتقل الحديث عن اليورو طبعا يعني الدولار الامريكي بشكل واضح كان تحت الضغط ويستمر تحت الضغط والان عامل الفيدرالي الامريكي وتخطيف وتير التشديد السياسة النقدية يلعب دورا في ابقاء الدولار الامريكي عند اثناء سياسة في ثلاثة عشر شهر وممكن يتجه الى مزيد من التراجعات ايضا في ظل الغيرات او عدم الوضوح بالسياسي في الولايات المتحدة الامريكية وفشل ترامب بتمرير الخط من خلال الكونغرس بديل لخطة ترامب او برنامج ترامب عفوا برنامج اوباما كير برعاية صحية طبعا هذه كل الامور تسقل على الدولار الامريكي وتضعه في اتجاه خابط بشكل اكبر ويبدو انه سوف نواجه هذا الاتجاه لفترة قد تكون ممتدة على الاقل نحن نتحدث عن اشهر شهرين او ثلاثة دولار امريكي سوف يكون معرض لمزيد من التراجعات ومستويات الـ 95 كمؤشر دولار امريكي امام سلم للعملات يعني دوله قد يصل الى مدون هذه المستويات بشكل اكبر بينما اليورو يستفيد حقيقة والطريق مفتوح امامه لمزيد من الارتفاعات بدعم من توجه المركز الاوروبي لتقليص البرنامج الضخم للتيسير النقدي الذي يتبعه الحديث حول ذلك دفع اليورو الى المستويات العلية في 23 شهر تقريبا وينتجه الى مزيد من الارتفاعات يبدو انه في تحول حقيقي باتجاه اليورو دولار امريكي يتضح اكثر واكثر والتهدفاتنا المتوسطة المدى اصبحت عند الـ 1.20 واتعدت التوقعات التي كانت تتحدث عن العودة الى الباريس نعم رائد الخضر مدير قسم الابحث في شركة ايكوتي جروب شكرا جزيلا لك مشاهدينا دعونا نوقي نظر الان على اداء السوق السعودي في جلسة يوم بعد افتتاحية كانت خضراء يعود الى التراجع نحن نتحدث بـ 16 نقطة 48 نقطة من التراجعات عند مستويات 7152 نقطة قيم التداول الى الان مليار و354 مليون ريال اذكرنا اسعار النفط على تراجعات محافظة على مستويات 50 دولار بعد الارتفاعات التي شهدناها امس نتيجة هبوط اكثر من المتوقع في المخدونات القام في الولايات المتحدة الامريكية بـ 7.2 بليون برميل يوميا حسب بيانات ادارة معلومات الطاقة الامريكية رغم ذلك المتداولين في السوق يركزون على نتائج الشركات وليس على ارتفاعات اسعار النفط وعموما ايضا الاسواق الخارجية تركز على ذلك مشاهدين الآن دعونا ننسقل الى نتائج الشركات ونبدأها بالـ SEC ارتفاع لارباح SEC بالربع الثاني بنسبة 8 في المئة الشركة حققت مليارين و377 مليار ريال خلال الثلاثة اشهر وجاءت متماشية مع توقعات المحللين بالغة مليارين و407 مليون ريال عازت الشركة ارتفاع صافي الربح الى ارتفاع اجمال الارادات والمصاريف الاخرى لدينا اجمال الربح هناك انخفاض رغم ارتفاع في صافي الربح انقفض بمبلغ 188 مليون ريال خلال الربع الثاني ايضا الربح التشغيلي لشركة الـ SEC انخفض خلال الربع الثاني بمبلغ 261 مليون ريال اضيف على ذلك ان شركة الـ SEC توصي بتوزيع ارباح نقدية بواحد ريال للسهم عن الربع الثاني لعام 2017 السهم متراجع بـ 14 نقطة مئوية وارتفاعات خلال الربع الثاني بـ 10 في المئة نعونا ننتقل الى حلواني اخوان ايضا من ضمن الشركات التي اعطتنا نتائجها المالية انخفض خفاض في الارباح الربع الثاني بنسبة 63 في المئة شركة حققت 12 مليون ريال خلال هذا الربع وبالتالي خفاض ارباح النصف الأول بـ 30 في المئة جاءت النتائج اقل من توقعات المحللين بكثير وعزت شركة سبب انخفاض الارباح انخفاض مبيعات شركة تابعة لها في بصر نتيجة الاثر الناتج من تحويل قيمة الجنيه المصري الى الريال عند تحويل القوام المالية ايضا زيادة المصاريف التموينية وانخفاض مبيعات التصدير وفروق العملاء وبالتالي سهم متراجع باكثر من 1.14 النقطة المئوية ننتقل الى شركة كيمانول ايضا التي اعلنت عن نتائجها بانخفاض خسائر كيمانول الى 3 مليون ريال من نهاية النصف الأول من عام 2017 ارباح الربع الثاني 2.6 مليون ريال قلصت الشركة خسائر النصف الأول الى 3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 27 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2016 اذا نظرنا الى خسائر في الربع الأول 5.6 مليون ريال عازت الشركة سبب تحسن ارباح المبيعات تكليف التشغيل استمرار تنفيذ برنامج ترشيد النفقات وايضا هناك حصلت على تسوية من احد المسوقين ب5.5 مليون دولار هذا دعم النتائج بتاليه اكبر من حجم الرباح التي حققتها كيمانول السهم ارتفاع ب13 في المئة مشاهدين انتقل الان ايضا من ضمن الاسهم التي نتابعها عن الانابيب السعودية ارتفاع في ارباح الربع الثاني بسببت 153 في المئة ارتفاعات قوية الشركة حققت 8 مليون ريال خلال الربع الثاني دعونا نوقي نظرة على السهم المتطورة السهم ارتفاع ب16 النقطة المئوية الى نتائج شركة ساكو ايضا التي اعطتنا نتائجها المالية بارتفاع بارباح الربع الثاني بنسبة 9 في المئة الشركة حققت 40.36 مليون ريال ارتفاع بارباح النصف الأول بثماني في المئة وعزت الشركة السبب هذه الارتفاعات الى زيادة المبيعات وايضا اضافة الى ذلك مجلس ادارة ساكو يوصي بتوزيع الرباح نقدية 17.1 ريال و75 هلال السهم عن النصف الأول لعام 2017 الى السهم ساكو في جنسة اليوم على استقرار السهم مجاهدين الآن ننتقل الى السوق الخليجية والى سوق دبي بالتالي على تراجعت بأربع نقاط 3600 واربع نقاط كما ذكرنا التركيز الأسواق الخليجية على نتائج الشركات وليس على أسعار النفط التي ارتفعت يوم أمس وكنا نتوقع ان يكون هناك تأثير من ارتفاعات أسعار النفط على الأسواق الخليجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا ومرحبا بك أبدأ الحديث بداية عن صفقة بيتك وأيضا الأهل المتحد والحديث عن هذا الاندماج وزخم قوي على بيتك بالتالي ما هي التأثيرات من وراء هذا الدمج أهلا بك وأنا بسادة مشاهدي الإخبارية السعودية الحقيقة أن موضوع الاندماج ما بين بيتك وبين البنك الأهلي المتحد موضوع استمعنا إليه أو ظهرت بعض الأحاديث عنه ووجدنا أيضا نوع من الدراسات تم إعلان نتائجها إعلان نتائج الدراسات عن هذا الاندماج وأنه سوف يؤدي إلى وجود كيان قوي وإلى إحداث نوع من النتائج الجيدة لوجود مثل هذا التوازن وخلق قيان مصرفي كبير يقوم بالعملات الإسلامية ولكن بيتك أعلن أن هذه الدراسة هي دراسة تمت من جهة مستقلة وليست بناء على طلبه دعينا نقول أن أي عملية اندماج تدعو لها بعض الشركات أو نستمع إليها بالتأكيد لتعيها نتائج إيجابية لأنك عندما تقوم باندماج معناها أنك تحاول أن تقوم بتخفيض التكلفة أو تكلفة الإدارة والأمر الآخر هو التوسع نتيجة وجود شبكة من الفروع مثل هذه البنوك داخل مناطق مختلفة والأمر الثالث هو زيادة أحجام الأصول المضارة من قبل الكيان الجديد ولكن كل هذا الأمر أعتقد أن يبلغ هذا الكيان أعتقد أن النتائج ستكون جيدة إن تم هذا الاندماج على كل مساهمة أولا الشركتين عندما اندمجها والأمر الآخر إضافة كيان قوي ولكن كل هذا الحديث أعتقد أنه سابق لأوانه لأنه حتى الآن لا توجد أي خطوة في هذا الاتجاه هل تتوقع أن بنوك أخرى في السوق الكويتي تتوجه إلى ذلك مثل الوطني؟ بنك الكويت الوطني أعتقد أنه بنك لا يود عملات اندماج أو ما شابه لأنه بنك بحجام أصوله وإدارته وبتوزعه في أكثر من 16 دولة بالإضافة إلى أنه له زراع إسلامية خلال بنك بوبيان وبالتالي أعتقد البنك الوطني لا يفكر في هذا الموضوع بشكل أو باخر طيب بما أنه زخم كبير فلن على بيتك لكن أتحدث عن نتائج الشركات إلى الآن كيف تنظر إلى نتائج القطاع البنك؟ وأيضا نتائج التي ظهرت اليوم اليوم التمديل الاستثماري أعلنت عن نتائجها بتراجع بـ 11% نابسكو بنمو بـ 7% وبين الاستثمار زيادة فيها الخسائر كيف تنظر إلى النتائج؟ النتائج المالية التي ظهرت حتى الآن من شركات قطاع المصارف جانت في حجم التوقعات وتجاوزت بعض الشيء وكانت في غالب الأحيان أفضل من نتائج العام الماضي في نفس الوقت الأمر الآخر كانت الزيادات الموجودة في هذه القطاع أو قطاع المصارف كانت دائما تصب على الضيادات التشغيلية ثم العمليات الإسلامية ومن ثم نجد أن هناك توجه دائم إلى أن يكون للبنوك غالبا أن يكون لها ضرعا إسلامية تستطيع أن تقوم بهذا العمل بالنسبة لشركات الاستثمار أعتقد أن الإنخفاض في أحجام بعض الأرباح لمثل هذه الشركات ربما يرجع إلى عدم وجود نشاط جيد لهذه الشركات لأن في شركات دائما من شركات الاستثمار نجد أنها تعمل في مجال المضاربة في غالب الأحيان لتحقيق هامش ربح وعندما يكون المضاربة انخفضت خلال الربع الثاني بشكل كبير أعتقد أن هذا سبب رئيسي لهذا الأمر بالإضافة إلى تقلبات الأسعار الموجودة سواء كانت تقلبات أسعار النفط أو كانت أسعار العملات ضيفي من الكويت المستشار المالي مجدي صبري شكرا جزيلا لك وأشكر حضورك معنا أكدت شركة وارامكو أنها ستكمل المرحلة الأولى من توسعت خطأ نبيب الغاز الرئيسي في المملكة في موعد أقصاه نهاية هذا العام في جهود رامية لتغطية الطلب البحلي المتزايد على الغاز لتزيد بذلك طاقة شبكة الغاز الرئيسية إلى 9.6 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا وسترفع المرحلة الثانية تلك الطاقة الاستيعابية إلى 12.5 مليار قدم مكعبة قياسية في عام 2019 وسيساعد مشروع توسعة خط الغاز في توصيل الغاز إلى المنطقة الغربية بما في ذلك مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومحطة رابغ المستقلة للكهرباء رفعت شركة أرامكو حجم إنفاقها على مشتريات المواد من الشركات المصنعة المحلية بنسبة 38% خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 ونقلت صحيفة الاقتصادية عن تقرير للشركة أن مشتريات الشركة خلال العام بلغت مليارين و900 مليون دولار مقارنة بمليارين ومئة مليون دولار خلال عام 2015 لتسجل بذلك المستوى الأعلى الذي تحققه الشركة من المحتوى المحلي في تاريخها استحدثت هيئة السوق المالية ضمن هيكلها التنظيمي إدارة حماية المستثمر لتتولى مهام تلقي شكاوي المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وأوضحت الهيئة في بيانة صدر عنها أن هذه الخطوة تعد مكملة لبرنامج الرياضة المالية من خلال أحد المحاور الرئيسية فيه وذلك بتعزيز الثقة في السوق المالية والتي تقوم على حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليم انخفض التصنيف الاعتماني لدولة قطر على خلفية قرار المقاطعة وتزامن ذلك مع انخفاض سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له خلال 11 عاما ومع تراجع كبير شهدت السوق المالية القطرية المزيد في التفاصيل في سياق التقرير التالي ألقى تخفيض مؤسسة مودز للتصنيف الاعتماني لدولة قطر مؤخرا بظلاله على الاقتصاد القطري الذي يمر بأسوأ حالاته في ظل قرار المقاطعة الخليجية والعربية وكانت مودز قد خفضت نظرتها للاقتصاد القطري من مستقرة إلى سلبية بسبب ما وصفه بارتفاع المخاطر المالية الناشئة عن الأزمة الأخيرة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وتتوقع مودز أن تمتد فترة عدم اليقين حول الاقتصاد القطري حتى مطلع عام 2018 مع غياب أي حلول قريبة للأزمة هو الأمر الذي يحوي مزيدا من المخاطر على أساسيات الاعتمال السيادية والتي ستتأثر سلبا حسب تقرير الوكالة التي قدرت أن إجمال الخصوم الخارجية أكثر من 115 مليار دولار على المدى القصير وهو ما يمثل 68% من القيمة الإسمية للناتج المحلي المتوقع لعام 2017 التقارير الاقتصادية الدولية والمحلية سلطت الضوء على الخسائر الكبيرة التي مني بها الاقتصاد القطري منذ بدء الأزمة متوقع أن يشهد تراجع عن حاد في قدرته على تنفيذ المشروعات الكبرى المخططي لها والتي تعول عليها الدولة لقيادة الاقتصاد القطري خلال العقود المقبلة ليدخل الاقتصاد في موجة تراجع في معدلات النمو وتحول النمو إلى انكماش في الأمد البعيد بما يفقد قطر مكانتها الاقتصادية ويسلبها جدارتها الايتمانية وكانت وكالة ستاندر أندورث للتصنيفات الايتمانية قد خفضت في الثامن من يوليو الماضي تصنيفها لديون قطر مع انخفاض الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاما كما وضعتها على قائمة المراقبة الايتمانية ذات التداعيات السلبية وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف لقناة الإخبارية فهد بن شليل نهاية وعنشة الثانية شكرا لكم بالمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة